صواريخ كهذه أسلحة ثقيلة تنقلها إيران عبر الأراضي العراقية إلى جماعات موالية لها كفاطميون وحيدريون والنجباء وأخوة زينب العاملة داخل الأراضي السورية بحسب ما يقول متابعون للشأن الأمني العراق هو ممر رئيسي لإيران من خلال السيطرة الميليشياوية الواضحة سواء على الساحة العراقية أو الساحة الإيرانية السورية والطريق مفتوح من طهران إلى بيروت إلى البحر المتوسط ويتم ضرب هذه السيارات التي تحمل الصواريخ والتي تهمت قسم منها بأنها تنقل خضروات أو فواكه وتكون هذه الصواريخ تحت هذه الصناديق والعراق هو مسيطر عليه سيطرة تامة من قبل إيران لذلك يمكن أن الصواريخ تصنع في قواعد داخل العراق حادثة تجددت قبل أيام حين سادفت طائرة مسيرة مجهولة الهوية رتلا تابعا للحجر الشعبي لحظة عبوره من الجانب العراقي ودخوله إلى الأراضي السورية عبر منفذ البوكمال باتجاه محافظة دير الزور شرقية سوريا ما خلف العديد من القتلى قيادة العمليات المشتركة العراقية لم تعقب على عملية الإسداف كونها حدثت خارج الأراضي العراقية ما يثير التساؤل من جديد حول هذه التحركات المنفردة فاعتبار أن الحشد يتصرف بتوجيهات أو أمر من القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية وشخص سيد القائد العام هذه مغالطة كبيرة ولا نستطيع تحقيق ذلك لأن الحشد يعتمد على كتل سياسية متنفذة داخل مجلس النواب تغطي أو تعطي الغطاء السياسي والأمني والعسكري لهذه المليشيات ويرى مراقبون للمشهد الأمني في المنطقة أن السكوت عن خروج هذه الجماعات التي تعملوا باسم الحشد الشعبي عن أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية سيكون له انعكاس خطير على هيبة الدولة وسيادتها أيب رضا الحرة